أحيانا المواطن بيحصل له أزمات والمواطن أي زي أي مواطن في مصر ممكن يتعرض لمشكلة وساعتها تبقى وتكون المشكلة مثلا عربيته سواء تاكسي ويتعرض للمشكلة وزي ما انتم عارفين سواء التاكسي سليمان حسين اللي تعرض للمشكلة وكان بيقول أنه بداية الحكاية هو كان ماشي بالعربية وبعدين لقى كده دخان بسيط والعربية كانت سليمة مجرد ما نزل وفاتح العربية تحولت إلى نار ساحيتها العربية احترقت تماما وهو وقتها قال أنا راضي وده نصيبي زي ما انتم شايفين الحقيقة طبعا دي كانت مصدر الرزق بتاعه يعني بيخرج كده على باب الله زي ما بيقوله وده مصدر رزقه مش بس مصدر رزقه هو مصدر رزقه مصدر رزق العائلة وأيضا والدته مقيمة معاه فلما فجأة يبقى كل الرزق اللي أنا أملكه في الدنيا يتحول إلى بركان من النار الحقيقة كان موقف كل المواقع يعني انفعلت وتفعلت معاه وكل الناس كانت يعني متأثرة جدا لأنه حتى يبدو على العربية أنها مش من العربيات الحديثة يعني كان بيسعى على رزقه قد ما يقدر ولكن أحيانا بيبقى يعني المشاكل اللي بنتحط فيها بيبقى برضو ربنا كده ليه إيد بالطبطب على البني آدم اللي حصل مع السائق الكريم أنه الحقيقة مؤسسة حياة كريمة وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هم اللي قاموا بالمساعدة تعالوا كده نشوف البيان ونشوف إزاي حيتم مساعدة يعني هذا السائق البسيط تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن وشراء سيارة جديدة وذلك إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة في محافظة الجيزة وعلى الفور وبعد تناول الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة للاستعلام عن حالته حيث تبين أنه يعول أسراته والمكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلى والدته والمقيمة معه كما تبين أنه أب لتفلين الأول طالب في معهد التمريد والثانية طالبة بالصف الثاني الإعدادي وكانت سيارته الأجرة هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته وعلى الفور توصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق وإبلاه بشراء تاكسي جديد له وجاري العمل على إنهاء كافة الإجراءات تعويضا له ولا أسرته عن حادث الحريق التي تعرضت له سيرته الأجرة مؤخرا ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها الاجتماعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبية لاحتياجاتهم كما يأتي أيضا ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين أعتقد أنه النهاردة هذا المواطن الكريم حيكون حلو أسعد وحلو أكرم هي دي حقوق المواطنة إنك دايما تلاقي يعني اللي بيطبطب عليك والحياة مؤسسة حياة كريمة بشعرها وبتوليها وبإيمانها بأنها ليها دور كمان كبير في المجتمع مش فقط تطوير الريف ومش فقط يعني الاهتمام بالمواطنين ولكن أيضا في هذه الحالات الصعبة يعني أنا بتمنى الخير لهذا السائق وإن شاء الله كل حاجة تكون بالنسبة له حلوة ويقدر يبدأ من جديد ويكمل حياته بشكل كريم كما يتمنى اشتركوا في القناة